البصري جاء عنده واحد لحد هو كان بيرمونونس في كوميسرية سنترال كان هو شاف ديال الارجي ديال الرباط جاء واحد لحد انه هو بيرمونونس وما يجي وليل فقط بصري الدليمي البصري والداه المدولة الامن وعطاه الشاف ديال الارجي ديال المغرب كابل و الدليمي كان هو النائب الاول ديال الابقه موسيقى 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 اليوم غا نحكي لكم على دريس البصري الاشياء اللي ما تحكيتش عليها ولي ما تعرفواش الناس بزاق ودكش اللي تكتبو عليه ولا تحكيو عليه ودكش انا اكثر يا خاطئين ما عاشوش معاه باش تيجي واع تكتب عليه ما ما تعرفوش ما تيتي اسمع وحنا غا نقولو اليوم الحقيقة ما مش اللي اسمعناه اللي عشنا معاه والكلمات اللي كانت يقولو كده اول مرة غا نشوفه قدمولي الوليد ديالي بجدال يا رحمة في هاد النار تيبالي واحد انسان واحد شاب آنيق وجميل في صورة ديالو وتيهدر بزاق يعني كان ترطار بحالو بحال بن بركة تاب بن بركة كان ترطار وتيهدر غي قال سيدنا والان ادهدر التقليلا فاصلت نحوش وعليا المحجوبة أحدها نكساها كانت هو عميل عام اسمته علي اعتار وعمل ذلك شيء قليل الوزاني يعني ذلك شيء كان قليل بكل صراحة وتانى اعتذرين لما قلت شيء اسمه اخرى حين تتخلني الدكرة من بعد انه هو املي كانت يهدر وانه تيهدر مع الوليد ديالي انه جاء اول جاء الاول انتحاد للكوميسير وفرحان ونصير وقال لي اني شيرت هاد الكمبيلي من نهيرة اللي في شارع محمد الخامس لانه كان ذلك نهيرة احسن واحدة عندنا واقعنا في المغرية بتنظر كامل لان نتيجة والناس كانوا كل جديد تقدمنا عنده بحيث معنا الحسن تانيجة وكانوا شي كومبليات اخداهم كاملين اخداهم وفرقنا الوزارة وكذا ومن بعد تيهدر مع الوليد ديالي هذه وتيرغبو باش يهدر له مع حمد تليمي ووعدوا انا وغيكون معنا الاسبوع قادم ان شاء الله السبت ولا لحد رأى الوليد ديالي هو اللي قدم البصري الدليمي وفعلا تسوى واحد الفترة تبلي الوليد ديالي والبصري والدليمي انا الوليد ديالي ماشي كانت يديني يوميا معه لقاوة كنت تنقره لك ساعة بقيت تنقره ولكن مثلا اوقات الفريغة ديالي كنتم تشي معاه لانه هو في كانت يبغي يبريني الحياة ما زال انت يقوليه مثلا إذا بغيتي تعرف سين عندي شي معلم نجار خلصه ويقولي يا شي سيبلك سدادره مثلا مايجيش مثلا والله بلوم بيوه مو كانت يعلمني الحياة ولو ما خديش دكش مليجي دياليه مع الاسب بتاني شوف ديك الساعة بليما بحال شي مصرحة هالفنانة هالسياسيين هالسلطان بليما الله يرحموش دعليه الرحمة تتبلك هالكتاب هالأحزاب أنا شفت ما مثل زي مصبونت جات ما فتك الفترة ديال الستين للسبعين عبد السلامي نابولسي صابح فاتين حمامة اه اه اعودوا بله نور شاريف واحد بجموعة كثيرة كثيرة عمر شاريف الله يرحموش دعليه الرحمة وكنت أنا معجب بالفلم ما تنها درش معاوم بزاف وادي البصري جا عنده واحد لحد هو كان بيرمونونس في كوميسرية سونترال كان هو شاف ديال الارجي ديال الرباط جاي واحد لحد انه هو بيرمونونس وما يجيبولي للفقال البصري محكوم بالاعدام المغرب كامل تقلبوه عليه ويجيبولي تل إدارة كأنه هو اللي قمته ديك الساعاتي عيت للديمي وتعيت للجنرال اه لا تعيت للديمي ودليمي يبلغ اوفقير انه هو مقبط الفقير قالي ما تجيبوليه وغتجيبوليه سيد اللي والداوه ديال البصري قدمون اوفقير هادي غاد تكون ثلاثة وستة لانت ما من اللي قدمون الفقير البصري يعني البصري ولا محدود يعني تروح لدريس البصري ولا محدود ديك اللحظة قبط دليمي البصري وداه المدريات الامن وعطاه الشاف ديالله ايرجي ديال المغرب كامل ودليمي كان هو النائب الاول دياله فقير مدريات الامن بداتي بالبصري شوية وتي طلع دريسة دريسة ديك ساعة كانت ساكن فلوسيوم كانت ديك ساعة كانت يحب فاتحة حاجة فاتحة دبا الله يطولها مره مره بقاحية مره طيبة اه درويشة وشعبية وتتبغي من ناس وصراحة مره هي ما عرفش انا كيفاش تلقها ما عرفش ولكن هي كانت تبغيه هو كانت يبغيه داجت جاءت الاحداث ديال خمسة وستين اه باردون ديال ثلاثة وستين المؤامرة المؤامرة دريسة البصري خدر فيها وقتلوا الناس وتكرفسوا على الناس ومن جميلتهم هذا البخير البصري اللي تنظروا عليه هو رفلافير ديال ثلاثة وستين المؤامرة ثم ما فين كان محكوم غيابيا بالإعدام جاءت سالات المؤامرة يعني تكرفسوا على الشعب بكل صراحة جاءت خمسة وستين جاءت لفانتروا مارس وجاءت إلى الأمام وكانت حالة ستتنائية يعني البرنامان وقفوه ما حدرتش على البرنامان لأنه كان ديك ساعدوك البرنامان يوديك شو تيجي والبالي معه جاءت خمسة وستين قتلوتها هي في هالناس بحيث ما مثلا أعطوه أمر وحالة ستتنائية في التربية اللي خرج يقتلوه كل ما عارفش هاي خارج أبش كنتو بسكين غادي يخدم عاملت يقتلوه كن مثلا شفناش شو حل المحل يلو يقتلوه يعني يعني تكرفس ولا حولها ولا قواتها بالله العلي العظيم جاءت سبعة وستين الحرب ديال فالسطين مع مصر